الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام كما أن هذه الإجراءات تمثل مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية وتجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والأبرتايد والتطهير العرقي كما أن هذه الإجراءات تصب في خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحويل الصراع في منطقتنا إلى حرب دينية تجل المنطقة التي تعيش أوضاعا حرجة في أتول صراعات دولية وحروب لا تنتهي وهو ما حذرنا منه على الدوام وأكدنا حرصنا على رفضه ومحاربته أيها الأخوات أيها الإخوة لقد كنا خلال الأيام الماضية على اتصال وثيق مع العديد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة ما أكد مجددا وحدة الموقف العربي والإسلامي والدولي تجاه قضية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق سلام عادل وشامل على أساس قيام دولة فلسطين السيدة والمستقلة على كل الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية يا أبناء شعبنا الشجاع إن القيادة تتابع على مدهار الساعة تطورات ومستجدات الموقف ويتعكف على صياغة القرارات والإجراءات المناسبة بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء إن هذه اللحظة التاريخية ينبغي أن تشكل حافزا إضافيا لنا جميعا لتسريع وتكفيف الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضمانة انتصار شعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وستشهد الأيام القادمة دعوة الهيئات والأطر القيادية الفلسطينية المختلفة إلى اجتماعات طارئة لمتابعة التطورات ونحن بصدد دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد دورة طارئة سندعو إليها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الفلسطيني الوطني الموحد ووضع كل الخيارات أمامهم أيها الأخوات أيها الإخوة إن هذه الأرض المقدسة حيث مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام ومثوى سيدنا إبراهيم عليه السلام نقول إن القدس مدينة السلام مدينة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مدينة كنيسة القيامة هي القدس عاصمة دولة فلسطين أكبر وأعرق من أن يغير إجراء أو قرار خويتها العربية والقدس بتاريخها الذي تنطق به الشواهد في كل بقعة من أرجائها ومقدساتها ومساجدها وكنائسها وأبنائها الصامدين في ربوعها وفي أكنافها عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها وستدحر أية مؤامرة تستهدفها كما فعلت هذه المدينة المقدسة على مدى حقب التاريخ الطويلة إن قرار الرئيس ترامب هذه الليلة لن يغير من واقع مدينة القدس ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية يا أبناء شعب بصمودنا وبإيماننا بحقوقنا وبوحدتنا الوطنية وبوحدة الموقف مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية الشقيقة وبالتنسيق مع أصدقائنا من دول العالم سنبقى جبهة موحدة تدافع عن القدس وعن السلام وعن الحرية وتنتصر لحقوق شعبنا لإنهاء الاحتلال وإنجاز استقلاله الوطني تحية لشهدائنا الأبرار وعائلاتهم تحية لأسرانا الأبطال وجرحانا البواسل الذين قدموا التضحيات من أجل فلسطين ومن أجل القدس عاشت فلسطين عاشت القدس عاصمة دولة فلسطين حرة أبدية حرة عربية وإلى الأبد وإلى الأبد وإلى الأبد